ايام معدودات يدخل فيها العراق ساحة تشرين من بوابة الانتخابات المبكرة باطيافه السياسية واجهزته الرسمية وخطة امنية غير مسبوقة كل هذا الحراك الذي يتضمنه عزل البلاد على مدار يومين لمنع اية محاولات لتخريب العرس الديمقراطي المنتظر والذي يتعطش له العراقيون بتغيير طبقة سياسية نخرها الفساد الرئاسة لم تترك صغيرة او كبيرة الا ورافقتها بقرارات صارمة من شأنها تأمين يوم الاقتراع سعيا الى بناء عهد جديد وحكم رشيد فكانت تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح التي تكللت باعتراف جريء حين كشف عن ضعف المنظومة السياسية الحالية مبينا انها غير قادرة على توفير حياة كريمة للعراقيين استبعاده عشرين مرشحا لم يسلموا اوراقهم الرسمية يأتي هذا النتاج اجراءات وعقوبات غير مسبوقة وضعتها المفوضية بتوجيه حكومي مباشر لضمان نزاهة الانتخابات ليس هذا فحسب بل ان المفوضية تقررت منع اي شخص من الانتخاب في حال اشترى بطاقة ناخب غيره قرار يرسخ ايمانا قاطعا بان لكل شخص صوته ولا بد من ان يمنحه لمن يصحق توجيه من رئيس مجلس المفوضية للمشاركة الواسعة في الانتخابات ما نتمنى وما نتمنى ان نرسله من خلالكم هو ان يشارك الجميع في هذه الانتخابات في عشرة عشرة لان عدم مشاركتهم ومقاطعتهم هو يعني بما نصه السماح للاخر باخصة حتى يكون حصاد يوم العاشر من تشرين الاول ثمار نهضة العراق وبناء بيت سياسي جديد يحقق مستقبلا افضل للبلاد ترجمة نانسي قنقر